دانت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في بيان صحفي أصدرته اليوم دانت قرار إغلاق المركز العام للجماعة في عمان بالشمع الأحمر ووصفت الجماعة في البيان قرار الإغلاق بأنه يمثل تغولا على القضاء من قبل الحكومة بالرغم من القرار القضائي الذي صادر مؤخرا برد طلب إخلاء المركز العام هذا وتم إغلاق مقر الجماعة أيضا في محافظة جرش تفاصيل أوفة في التقرير التالي بالشمع الأحمر أغلقت قوة أمنية المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدالي بعمان باعتبار أن الجماعة ليست مرخصة وفقا لمعلومات وردت لرؤيا عملية الإغلاق التي تمت بعد إخلاء الأمن المقر من جميع الموجودين فيه جاءت حسب الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة بأمر من محافظ العاصمة وقد وصفت الجماعة الخطوة بأنها غير قانونية إحنا كنا في المركز العام وفوجينا بذفق عدد كبير من الشرطة إلى المركز العام خلعوا الباب وتم إبلاغنا بأن هناك قرار بإغلاق المركز العام وشمع الشام الأحمر من قبل محافظة العاصمة دون تقديم أي مبرر إحنا كما قلت لك خطة مفاجئة نتستغرب مثل هذا التصرف غير اللائق مع جماعة عمرها 70 عام جماعة معروفة برشدها السياسي وباعتدالها في الشأن السياسي وكل النواحي ندينا وضع قانون سليم ونتمنى أن يحتكم الناس إلى العقل وإلى القانون وإلى الشيء المناسب الذي يحكم علاقة الناس في البلد والأمن المجتمعي وكل مكونات سواء لا يستخدم الحكومة طرق غير مناسبة وغير لائقة في التعامل مع الجماعة الحكومة تعتبر من جهتها أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014 مع الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين شهدت خلال الفترة الماضية انشقاقين كبيرين رئيسيين عن صفوفها الأول في شهر تشرين أول عام 2013 على يد القيادي في الجماعة الحي للغرايبة من خلال إطلاقه مبادرة تحت اسم المبادرة الوطنية للبناء زمزام وعلى الرغم من إعلان الغرايبة أن المبادرة ليست انشقاقا عن الجماعة بل هي مكملة لها قامت الجماعة غير المرخصة بعد فترة بفصل جميع منتسبيها الأعضاء في مبادرة زمزام التي عقدت في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه نيتها التحول إلى حزب سياسي الانشقاق الثاني كان على يد القيادي في الجماعة عبد المجيد لذنيبات مطلع شهر آذار عام 2015 عندما عقد مؤتمرا صحفيا مع رفاقه أعلن فيه تأسيس حزب سياسي تحت اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين وهي الجمعية التي حصلت على الترخيص وطالب منتسبوها فيما بعد بنقل ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين إلى الجمعية الجديدة بصفتها الخلف القانوني للجماعة غير المرخصة وهو الأمر الذي أقرته الحكومة فعليا ما دفع جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة للجوء إلى القضاء لإبطال هذا القرار يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة غير مرخصة تأسست عام 1945 على يد السوري الأصل عبداللطيف أبو قورا كجمعية خيرية وكانت امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر وهو الأمر الذي فتح المجال عبر 70 عاما لاتهامها بالتبعية للخارج